السلام عليكم. السنة اللي فاتت انا كنت منبهر جدا بسلسلة الميتان تي. وقدي ايه كانت بتحسسك بالرقي والفخامة. وكانت مظبوطة جدا في تجربتي. والسنة دي شاومي نزلت الشاومي حداشر تي. فخلينا نشوف الشاومي حداشر تي هيديني نفس الاحساس بتاع السنة اللي فاتت. وهل هيبقى قاتل للفئة السعرية بتاعته زي ما كان الميتان تي قاتل في فئة السعرية السنة اللي فاتت. كل ده مع مميزات وعيوب وكل خفايا الموبايل هنشوفها في الفيديو دي. طبعا مواصفات الموبايل ده بشكل كامل هتلاقي على موقع عددتكم. جنبوا راجعتنا المفصلة المكتوبة على موقعنا تحت في ويلا بينا نبدأ الفيديو. الموبايل ده بيجي بشعار فكان لازم نبدأ كلامنا بالكاميرات. الموبايل ده بيجي بتلات كاميرات خلفية بيجوا بتصميم شبه شكل لكاميرات السينما القديمة. اللي اللي هي هنا مية وتمانية ميجابيكسل بمستشعر سامسونج اتش ام تو فاتحة عدسة اف وان بوينت ايت. وكاميرا تانية تمانية ميجابيكسل بزاوية وسعة وكاميرا تالتة تلي فوتو ماكرو زي ما يبيلو عليها خمسة ميجابيكسل. السيلفي هنا ستتاشر ميجابيكسل فاتحة عدسة اف تو بوينت فايف. الموبايل قادر يصور فيديو لحد فور كي مع وجود تثبيت الكتروني في التصوير. الكاميرا الخلفية بتقدم اداء مميز جدا. الوان في اغلب الوقت مشبعة بس مش فاعة وديناميك رينج جيد جدا. بس بيحصل ساعات او في اغلب الوقت او شاربن الزيادة. العدال الجيد ده بيفضل مستمر بالليل والموال بيقدر يصور صور ليلية بشكل جيد جدا بيحافظ على الوان والنويز ما بيبقاش مزعج. في هنا كاميرا تلي فوتو ماكرو لتصوير ماكرو حلو. كمان بتاخد فيديوهات بها. بتطلع صور وفيديوهات ماكرو لطيفة جدا. الكاميرا اللي بزاوية واسعة لطيفة برضو. بس كنا منتظرين حاجة احسن من المستشعر التمانية ميجا بيكسل اللي بقى موجود في اغلبية الموبايلات. السيلفي بقى هو اللي مجاش تعريبا. شاومي نسيته في الموبايل ده. يعتبر اقل سيلفي جربته في الفئة دي كالوان ومعالجة وتفاصيل وديناميك رينج. دي تجربة تصوير فيديو بالكاميرا الخفية للاي شاومي تشوف بقى الانوان التفاصيل الاحتزاز اللي اظن ان هو جيد جدا دي تجربة تصوير فيديو بالكاميرا القوامية للشاومي تجربة تشوف الاحتزاز وانا ماشي في الشارع واتشوف صوتي واتشوف اللي اظن ان هو جيد جدا. يعني كده ظاهر الشام ببعد وشي للسابين والسماء لحد ما لسابينة بالعيوم الجميلة الالوان اللطيفة. يمكن ان التفاصيل بتاع الوش بيش 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 طبعا. طبعا بعد المصور دي دي بقى تبرمكم وقتا. هكذا اللي شايفكم في شاشة او ده. فكرة السيني ماجيك هنا هي وجود الادوات داخل السوفتوير اللي تخليك تاخد فيديوهات بافكتات احترافية. تبدو كأنها متصورة بكاميرات السينيما. ومن غير ما يكون عندك اي فكرة عن الحاجات دي ممكن تتعامل ازاي? او اي خبرة في التصوير. عشان كده بتلاقي هنا في ميزة اسمها و هتدي شوية مميزات لطيفة جدا زي وزي اللي بيخلي التصوير شبه افلام الهندي شوية. وزي انك تلاقي الدنيا معكوسة اتنين وشوية افكتات تانية. كمان في ميزة الدول فيديو لكن ما فيهاش تحكمات كتير مجرد بتصوروا الكاميرا الامبية الخلفية وبس كده. ده بجانب اللي كنت بتكلم عنه من زمان اللي بيخليك تاخد شوية لقطات وشوية صور ويجمع ها لك في فيديو واحد مختلفة بشكل لطيف وسريع. الحقيقة هي ادوات لطيفة جدا ولكن الادوات اللي كانت في كانت عملية اكتر يعني الادوات دي لطيفة ولكن اظن ان كان عملي اكتر في موضوع الادوات ده. فالى حد ما هو بيحقق فكرة ولكن طبعا مش السينما يعني. هنا الشاشة بتيجي بحجم ستة وسبعة وستين من مية بوصة وبدقة شاشة بتردد مية وعشر هرتز بتدعم مليار لون وبتدعم وبتغطي مية في المية بتقنية اللي بتحاول تخلي الالوان دقيق. وبتوصل ده طبعا في الاتش دي اربس اما تحت اشعة الشمس المبسرة. فبتوصل لحد تونمية وده شيء جيد وطبيعي كالفاق السعراء دي. تقنيا شاشة قوية. لكن عمليا بقى لما فتحت الموبايل ما مهرتش من الشاشة. ومش حساسها الالوان الزاهية اللي تشدك لما تجي تتفرج عليها. من الحاجات الغريبة ان السنة اللي فايتت الميتان تي بالشاشة الاي بي اس كنت معجب بيها جدا. وكانت شداني بشكل غريب عكس هنا. ما تفهمش من كلامي انها سيئة. بس هي مش جذابة للعين عكس مسلا شاشة سامسونج اتنين وخمسين ايس او غيره. كنعومة فالشاشة نعمة ولطيفة جدا في التنقل والمية عشرين هيرتز وتديك النعومة دي مع مفيش تقطعات تسكر في فتحس بدا. كمان اللمس مستجيب بشكل كويس ما وجهتش مشكلة فيه. وان كان ساعات البعض بيواجه مشاكل في اللمس مؤخرة مع الوالات شاومي المختلفة. الديناميك ريفرشرت هنا مش مثالي. فهو مش ديناميك قوي يعني مش بيقل ويعلى حسب انت بتعمل ايه ولكن بيقل ويعلى حسب التطبيق المفتوح اكتر وبيتضل ثابت فده مش بيساعد قوي في حفز الطاقة او حفز البطارية. كسوفتوير في اعدادات الشاشة غانية بالتعدلات في انك تغير الالوان. فيه كمان وضع الانتي فليكر عشان لو انت من الناس اللي عنيها بتتعم من الشاشات الاموليد تقدر تفعله. فيه كمان الوضع الدكن لكن لما بتفعله هنا بيتفعل على كل التطبيقات بشكل افتراضي وانصحك تقفله من على التطبيقات وتستخدم الوضع الداكن بتاع كل تطبيق لانه لما بتفعل من النظام نفسه بيعمل اخطاء في ظهور المحتوى في التطبيقات دي. نروح بعد كده على الصوت وهنا عندنا سماعات استيريو. صوتهم عالي جدا وقوي جدا وتقريبا صوت السماعة اللي بالاعلى ده من اعلى السماعات الاضافية اللي ممكن تجربة الفئة دي ويمكن اعلى كمان من موبايل الاس تونتيون. عالي لدرجة انك لو بتتفرج على محتوى صوته وفيش وقت نويز هتسمع النويز ده بوضوح لو انت معالي الموبايل. كمان جودة الصوت تطور جائدة. مايك الموبايل برضو ممتاز جدا مويتش فيه مشكلة وسامعت المكالمات بالتأكيد عالية وجيدة. والموبايل بيدعم تقنية الدولبي اتنس اللي بتحسن تجربة الصوت. والهابتك فيدباك او هنا يعتبر ممتاز جدا يعتبر الافضل في الفئة السعرية دي. رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. انه حبيد مجيد. كسوفت وير فالموبايل بقدم لك ميزة الساوند اسيستنت اللي بتخليك تتحكم في صوت كل تطبيق بشكل منفصل. وكما بتخليك تقدر تفتح مثلا كده صوت في نفس الوقت. ده غير اعدادات كتير في التحكم في الاصوات وبقوة الفايبريشن. لما نروح للمكالم فالموبايل بيجي بتطبيق جوجل الخاص بالمكالمات وبالتالي تقدر تسجل المكالمات ولكن لازم الطرف الاخر يعرف انك بتسجله. هنا للاسف ما فيش مستشع التقارب حقيقي. ودي حاجة كانت بتوعب على شاومي الفترة اللي فاتت وكنا متوقعين بقى انها هتحسن الموضوع ده بالذات بعد ما هي نفسها تطلعت بتصريح انه يمكن الموضوع فعلا فيه مشكلة. وده بيشتغل بشكل مقبول. ولكن ساعات بتلاقيه بيعلق شوية الفويسات مسلا انك تعمل كده تلاقيه شاشة ما رجعتش وهكذا. اما كشبكة فما واجهتش في اي مشكلة. يمكن انا اصلا في منطقة ما في عشتش مشكلة في الشبكة وبالتالي برضو مش مقياس قوي ولكن بالنسبة لي ما كانش في مشكلة في الشبكة. هنا الموبايل بيدعم شبكات الجيل الخامس وبيدعم الشريحتين اتصال الاتنين بيدعم والفور جي طبعا. والفويس اوبر يلتي وما فيش مكان لكارت ميموري. لما نروح بعد كده على الاداء. فالموبايل ده بيجي بمعالج وده معالج بيجي بدقة تصنيع وكمان بيجي معالج رسومي مالي جي سبعة وسبعين وده معالج قوي. عشان تبقى عارف وضع المعالج ده وسط المنافسين فلما تبص على اداءه في مسلا هتلاقيه رايب جدا من سبعمائة تمانية وسبعين جي. يعني هتلاقي مسلا اختبارات النواء لو احدى في سبعمائة تمانية وسبعين جي بتتفوق بحاجة بسيطة. وهتلاقي الالف ومتين بيتتفوق في او اداء الانوية المتعددة بحاجة بسيطة برضو. وبالتالي اداء العام او اداء هيبقى قريب جدا من بعضه. اما اللي بيفرق كتير قوي بقى فهو هتلاقي هنا متفوق عن سبعمائة تمانية وسبعين بشكل واضح. عشان تبقى وتخيل الفرق. فعلى اختبار سري دي مارك وايلد لايف اكستريم. الالف ومتين بيحقق حوالي اربعة تلاف مئة وخمسين نقطة. بينما الاسناب داجون سبعمائة تمانية وسبعين جي بيحقق حوالي الفين ونص. كانتوتو بقى فالمعالج ده بيحقق خمسمية وتسعين الف نقطة. بينما الاسناب داجون سبعمائة تمانية وسبعين جي بيحقق خمسمية وتلاتين الف نقطة. فعني المعالج ده يعتبر اقوى من الاسناب داجون سبعمائة تمانية وسبعين جي بالذات في الجرافيكس. ويعتبر اقل شوية من الاسناب داجون تمنمية وسبعين. ده كارقام عمليا اداء الموبايل كان ممتاز جدا معي مواجهتش في مشكلة مفيش تقطعات تذكر صفتوالي كان متضبط بشكل كويس. والاداء كان ثالث ولطيف. وكت بلعة بشكل كويس. كل فيديوتي هنا بتشتغل على اعلى اعدادات بشكل كويس. واعلى من سبعمائة تمانية وسبعين جي. ويمكن مواجهتش سخونية تذكر مواجهة بيقدر يحافظ على اداءه والسخونية بشكل كويس. بس احنا مش في جو حر قوي. كان بيتفى شوية ولكن مش بشكل موضعج يعني بيقدر يحافظ في الاخر على اداءه. لما نروح بعد كده لبطارية خمس تلاف ميلي امبير. بطارية قادرة تبديك من ستة لسبعة ساعة. ده بالنسبة للتمن تلاف ميلي امبير مش رقم جامد قوي. لانه شفنا مسلا ببطارية اقل. وربعة تلاتمية ميلي امبير قادر يقدم اداء احسن من كده. ببطارية اقال قادر يقدم نفس الاداء ده. فخمس تلاف كان متوقع ما اله تبقى احسن. لكن يمكن واضح ان الو سبعمائة همانية سبعين جي احسن في حافظ الطاقة من الميدياترك. اما الشحن السريع بقى فهو سبع وستين واض تقريبا بيشحن في اقل من الربعين دقيقة. وده رقم ممتاز جدا. في نفس مستوى وفي نفس مستوى وطبعا بيتفاق بقى اميال عن الخمستاشر واض بتاع سامسونج. لما نروح بعد كده على الوجهة بتاعت الموبايل. على اندويت حداشر. والموبايل معي على تحديث ستمبر الامني. الوجهة معي كان اداءها جيد وسالس ما اجدتش فيها مشكلة او تقطيعات او اي حاجة. كان مميزات طبعا فهي مشهورة والتخصيص. ولكن كمان في ميزة كنت بحبها هي الكاستنج او عرض الشاشة على شاشة تانية. لدرجة انك تقدر حتى تعمل للعبة اللي انت بتلعبها على اي شاشة تانية. ميزة الفيديو اللي بتديك شوية ادوات على تطبيقات المشاهدة زي انك تسمع الفيديو وانت كافل الشاشة. ميزة الجيم تيربو اللي بتديك اختصارات لتطبيقات واختصارات لحاجاتك شريت بتشده من فوق انت بتلعب وشوية اضافات اخرى لتحسين تجربة الالعاب. المساحة التانية موجودة هنا. عشان تعمل نسخة تانية من الموبايل بتفتح ببصمة مختلفة. نسختين من نفس التطبيق هنا بتبقى موجودة على كل التطبيقات. طبعا ده كله غير الكلام اللي احنا عدينا عليه طول ما احنا ماشيين في الفيديو وشوية حاجات اتكلمنا عنها في فيديوهات سبقة الشاومي وشوية تركات وخفايا جوه النظام مليام ومائزات. بس طبعا الواجهة دي بيعيبها شوية انها مش اكثر واجهة استقرارا يعني ساعات ممكن يحصل هنا او باج هنا مشكلة هنا او مشكلة هنا ولكن انا ما واجهتش حاجة من الحاجات دي. لكن اللي انا واجهته بقى انك لما تفتح الموبايل لأول مرة بتلاقي كم طلبات والعاب مسبت مسبقة ملوش اي لازمة بتضطر ان انت تشيله كله صحيح بتشال ولكن في الاول كده بيديك انطباعة مش حالو. الموبايل بيجي ببصمة جانبية شغالة بشكل جيد. فس ان لوك جيد لكن مش اصرح حاجة. وتجربة الخرائط التنقل والجي بي اس ممتازة جدا مع وجود بوصلة. فاعتمد عليه. لما تيجي تبص لتصميم الموبايل. فالموبايل المفروض ان هو بيجي في ظهر زجاجي مصنفر او مطفي بيقلل البصمات بشكل لطيف جدا. مع اطار برضو المفروض ان هو معدني. صحيح ممكن ان هو يكون كومبو ازاز مع معدن. ده مفروض ان هو غراقي. ولكن ما تدنيش نفس الاحساس بتاع السنة اللي فاتت في الرقية. يعني السنة اللي فاتت كنت حسن الموبايل فعلا اول ما فتحته وتحسن هو مديك الاحساس بتاع الرقية ده. يمكن هنا مديني احساس موبايلات ريديمي اكتر مش موبايلات ميه. كوزن فهو متين وتلاتة جرام وصمكه تمانية وتمانية من عشرة ملي متر فده يعتبر موبايل داخل. بروز الكاميرا هنا مش كبير قوي. احسن بكتير من اللي كان في السنة اللي فاتت. وجاي على دراجتين والجرب بيقدر يغطيه. الموبايل ده بيجي بمستشعرات التصارع البوصلة الجايوسكوب الاضاءة. ولكن المستشعر الاضاءة هنا اللي احس ان هو لما تكون جوه البيت مش بيزبط الاضاءة بشكل كويس قوي بتحتاج تعدالها كتير بنفسك. الموبايل فيه ان اف سي. طبعا مفيش راديو مفيش منفز سماعات ثلاثة ونص ميلي. وزي ما قلتم مفيش منفز ميموري منفصل. علبة الموبايل بيجي معها الشاحن السريع والسكريم بروتكتور والكوفر. الخلاصة. الموبايل يعتور جيد جدا في الفئة السعرية بتاعته. ولكن مقارنة بالسنة اللي فاتت الميتان تي كان قاتل في الفئة السعرية. الموبايل ده مش قاتل. فالمنافسة عالية اذا بقى فيه منافسين بياخده ويده معاه. يمكن مثلا لو هنكرنه مع الريلمي جي تي مستر ايديشن اللي المفروض ينزل قريب. والمفروض الفيديو بتاعه ينزل قريب برضو. هنلاقي شاومي بتتفوق بشكل واضح. في مسلا السماعات الاستيريو. وفي اداء الالعاب. لكن الريلمي هيتفوق في وجود مستشعى التقارب حقيقي والشبكة الافضل. والسيلفي الافضل. وهتلاقي تعادل في سرعة الشحن والبطارية. والاداء العام. والشاشة هو ان كانت الريلمي الوانها احسن شوية. لو هنكرنه طبعا مع الاتنين وخمسين اس. فشاومي هيتفوق في علوة صوت الاستيريو. لكن الاتنين استيريو. واداء العاب. لكن سامسونج هيتفوق في الشاشة المبهرة اكتر. والسيلفي الاحسن. مع وجود مسبت بصري في الكاميرات. ووجود مقاومة للماء والغبار. ووجود منفذ التعاتي ونص ميلي. ووجود مكان لمامري. والاتنين بمستشعى تقارب مش حقيقي. والاتنين في موضوع الشبكة سمعتهم مش احسن حاجة. ويمكن كمان فيه ولكن سعره اغلى شوية ويمكن هو في فئة اكتر المي فالخلاصة انه مبويل جيد جدا بيقدم لك صوت استيريو ممتاز جدا. كاميرا خلفية ممتازة تصوير فيديو جاية. اداء قوي واداء العاب يعتبر من افضل الموبايلات في الفئة دي. لكن بسيلفي ضعيف ومستشعى التقارب مش حقيقي. وزي ما انت شفت مقارنة من المنفسين فهم لسه بيقدوا يدوا معا. فالاختيار في الاخر بيرجي عليك انت واولوياتك. بتعمل مكالمات كتير فيهمك مستشعى حقيقي وشبكة فهتروح لكن لو عاوز تلعب كتير واداء الالعاب هو اهم حاجة بالنسبة لك هتروح للشاومي. اما لو عاوز شوية رفعيات زي مقاومة الماء والغبار. وفي الكاميرا. وانفذ التعاتة ونصف ميلي. وانفذ فهتروح لسامسونج. التلاتة هيدوك كاميرات خلفية قوية. بس لو بحب تاخد صور كتير فستبعد للشاومي شوية. وهكزا الخير في الاخر بيرجي عليك انت. اتمنى اكون ساعدتك تختار. لو ساعدتك تختار مستش تعمل لايك للفيديو وشارك للفيديو. كان معك احمد بطحة جده من ريفيولوجي. السلام.